كنز أسود يملأ السواحل والبحيرات الرمال السوداء تخرج إلى النور بفرزها لمعادن ثمينة ذات أهمية اقتصادية عالية عن طريق مجمع مصانع فصل الرمال السوداء بكفر الشيخ الذي أنشئ حديثا بتكنولوجيا استرالية والتي تعد الأحدث في العالم في استخلاص الرمال وفصلها نظرا لما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي هو الأكبر في الشرق الأوسط ويصل لخمسة مليارات متر مكعب قابل للزيادة بشكل عام وما يقرب من 240 مليون متر مكعب بمنطقة البرولوس فقط بتكمن أهمية الرمال السوداء في ما تحتويه من معادن ثقيلة بيطلق عليها المعادن الاقتصادية نظرا لإقتصاديتها ووضعها الاستراتيجية الحقيقة يتمدت اقتصاديتها ووضعها الاستراتيجية هذه المعادن ما أنها بتملك طيف واسع من التطبيقات الصناعية الهمة وبتدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية المتطورة المجمعة عبارة عن مجموعتين المجموعة الأولى الست مصنع التي نحن متوقعين بها الآن زي ما شرطت حضرتك والجزء الأول اللي هو موقع التنجيم اللي بنسميه مصنع التركيز العائم ده عبارة عن كراكة عائمة هولندية تعمل بالكهرباء طاقة انتجية 2500 طن في الساعة بيليها مصنع تركيز عائم بيتم نقل الرمال المخلوطة بالمياه من خلال الكراكة من خلال الموسيل العائمة أعلى البنتونات تبدأ الرحلة بكراكات عائمة تسحب الرمال من البحيرات والسواحل وتنتقل إلى مجمع مصانع فصل الرمال الذي يحتوي على ستة مصانع متنوعة تخص كل مادة تخرج من الرمال والتي ستوفر المصادر الأساسية لكثير من المعادن مثل المونازايت واليورانيوم المشاع والزركون ومعادن أخرى تدخل في صناعة هيكل السيارات والسيراميك والدهانات ومواد الإشعاع النووي وتبطين المفاعلات النووية وبعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة الشركة الرمال السوداء هتنتج معادن أهمهم الإليمنايت والزركون ودول هم اللي هنشتغل عليهم للقيمة المضافة لأن الإليمنايت الحقيقة بيحتوي على نسبة لا تقل عن 40% من ساني أكسيد التيتانيوم وساني أكسيد التيتانيوم هو المادة الخام لصناعات كثيرة جدا أهمها صناعة البويات وأيضا صناعات متلرجية لإنتاج سبائك التيتانيوم أعتقد أن صناعة المعادن عليها طلب كبير هذه الفترة وستستفيد مصر كثيرا من صناعة واستخلاص المعادن من الرمال وهذا يعني زيادة في التصدير المصري ستكون هناك فائدة للمجتمع من هذه المشروعات التي تحتاج لعمال ومهندسين لذلك فهي توفر فرص عمل كبيرة وأعتقد أنها قصة نجاح كبيرة لمصر وسيتعظم الطلب أكثر على المواقع الجديدة بعد نجاح منطقة البرولوس تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة وتعتمد الصناعة بالكامل على المياه العذبة سواء في استخراجها المعادن أو فصلها بدون إضافة أي مواد كيميائية مما يجعلها أيضا صديقة للبيئة وقد يصل الاهتياطي الاستراتيجي للرمال السوداء إلى 200 عام من العمل المتواصل دراسات اقتصادية وفنية تابعها إنشاء وتنفيذ لمجمع مصانع الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائد للأسواق العالمية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الاستراتيجية المصرية كاريم بيبرس التلفزيون المصري